بعد توسيع العدوان الإسرائيلي واغتيال ناصر الله اشتغل السجال السياسي بلبنان حالياً في ثلاث روحات أساسية على الساحة الطرح الأول بيركز على أولوية توقف إطلاق النار وبيرفض البحث بأي شي تاني بهالمرحلة لا بانتخابات رئاسة ولا بفك ارتباط مع غزة بمسر حزب الله هالموقف وبيعتبر أنه صموده بالميدان بيعفيه من تقديم تنازلات نحن نؤيد الحراك السياسي الذي يقوم به الرئيس بره بعنوانه الأساس وهو وقف إطلاق النار لا تستعجلوا على تفاصيل والمبدأ لم ينتهي بعد بمقابله فيه الطرحة الثانية يلي بعتبر ضمنياً أنه الحرب قدت لتغيير سياسي جزري وصار وقت تحويل هالمأساة لفرصة انتخاب فوري لرئيس جديد العودة لأتفهية الهدن مع إسرائيل وحصر السلاح وقرار الحرب بإيد الدولة تتبنى هالطرح لمعارضة النيابية يطالب نوابك والمعارضة السلطات الدستورية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب اللبناني الذي يدفع ثمن حرب مدمرة لم يكن له خياراً فيها بين حزب الله والمعارضة النيابية فيه الطرح الثالث يلي بيجمع بين أولوية وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 17-01 من دون تعديله مع التجديد عفك الارتباط عن وحدة الساحات بيتبنى هالطرح رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ووليد جنبلاط وحتى سليمان فرنجية مع تميز محدود لجنبلاط بالتصويب على دور إيران بعرقلت هالطرح تتقطع هالمواقف المحلية مع طروحات خارجية خصوصاً عند فرنسا وأمريكا ماكرون أقرب لفكرة وقف إطلاق النار الفوري نظراً للمصالح اللي بناها مع فريق الممانعة في لبنان بالمقابل الإدارة الأمريكية شايفة اللحظة مناسبة لاستغلال الدربات الإسرائيلية لتغيير التوازنات الداخلية بدل وقف إطلاق النار عم تدعي لانتخاب رئيس جمهورية مقرب منها من دون تقديم تنازلات لحزب الله